اشتركوا في القناة ومتابعتها تخلف كثير جدا من وقت لاخر على كل حال يا احبة انا من وقت لوقت بحب اشارك الناس بشيء من الخير مما يصلني باذن المولى عز وجل في مقال صغير طيب يعني فيه خير بدي اقرأه واعلق عليه كاتب المقال طالب الدكتوراه الاخ يوسف القرشي وهو اصلا من الاردن وهو طالب دكتوراه في تركيا في العلوم السياسية وذو خلفية شرعية في البكالوريوس يوسف القرشي كتب طبعا نعم بشوف الاعداد عم تدخل ممكن اني انتظر دقيقة جزاكم الله خيرا الساعة الواحدة صباحا في المملكة اردنة اوه ده مش منتبه كنت اظن الساعة 12 نسيت انه صار في عندك توقيت ساعة نعم الساعة واحدة والله يعني زي ما بيقول بالانجليزي انه لستها 12 في عمام غفلت على انه صار سبع ساعات على كل حال جزاكم الله خير تحملونا مبارك الله فيكم مجزاكم الله خير الفكرة هذا الطالب او الطالب الدكتوراه الاخ الباحث يوسف القرشي كتب عبارة عجبتني الصحية جزاه الله خير وجهه للتحية اخونا الحبيب بدي اقرأ كلامه وبيدي اعلق على كلامه بيقول يوسف القرشي يأتيك الضريف في هذه الظروف ليكتب الان يوسف عم 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 بس كلام اللي ناس سمهم هم ظرفاء طبعا هم عمليا هذا طبعا خلينا نحكي الذنب صغط المدح ومش ظرفاء هم قد يكونوا على عكس ذلك تماما لكن يقول يوسف القرشي يأتيك الضريف في هذه الظروف ليكتب بن قسيم ياريت الكفار يلاقوا العلاج بسرعة علشان نعرف نرجع ندعي عليهم بالمسجد عبارة هاي لبعض متطرفين علمانيين بعض متطرفين ليبراليين بعض متطرفين طائفيين اللي بتخبوا تحت العلمانية طبعا كالعادة هذولا بتعرف شغالين ما فيش عندهم مشكلة غير بس يتفلسفوا يكذبوا يكتروا على المسلمين فجاب أحد عباراتهم اللي بتهموا المسلمين فيها بيقولوا ياريت الكفار يلاقوا العلاج بسرعة عشان نعرف نرجع ندعي عليهم بالمسجد يكمل يوسف القرشي ولربما تكون هذه العبارة صدرت عن حسنينية وخفة في العقل ولربما كان عكس ذلك لكنها بالعموم تقول لك الآن عم بيحاول يوسف القرشي يشرح لنا من يكتب هذه العبارة ومن يتفلسف بأمثال هذه العبارات إيش الرسالة اللي بيحاول يوصلها بيقول لك العبارة بالعموم تقول لك أولا المسلمون مجموعة من الجهل الذين يدعون على مخالفهم ليل نهار ولا يهتمون بالعلوم ولا بالبحث العلمي وهم منافقون يريدون من الكفار أن يكتشفوا لهم علاجا ليعودوا إلى ممارسة تخلفهم وسيقومون طبعا بالدعاء عليهم بعد انتهاء حاجتهم هذا الكلام بالردود التالية العلماء والأئمة وغيرهم يدعوا على الكفار هكذا بالمطلق تصحيح مفهوم اللي بيقول اللي بيستخدم هذه النكة الاستهزاء بالمسلمين بيقول لا أحد من العلماء والأئمة وغيرهم يدعوا على الكفار هكذا بالمطلق بمعنى أنه يدعوا على أفرادهم بالهلاك والعذاب وغير ذلك حتى لو لم يقم بالإشارة لهذا في نص الدعاء فالسيط في كونه متحدثا عن الكفار المعتدين الذين هاجموا بلادنا واحتلوا واغتصبوا وإلى آخره وهذا لا يحتاج إلى ذكاء ليكون واضحا بل يحتاج إلى نية حسنة في التعامل مع الآخر فقط يعني الأخص اللي قلت لحد الآن شاء أضعكه بالصورة الأخ الكاتب يوسف القرش بيقول بعض الناس عم بيحاول يخففوا دمهم من متطرفين علمانيين متطرفين ليبراليين متطرفين لادينيين ومن متطرفين ملحدين ومن متطرفين طائفيين بيجيبوا عبارات بيستهزئوا فيها بالملتزمين من المسلمين بيقولوا علسانهم أنه هذول المسلمين هلأ قاعدين بيدعوا بيقولوا يا ريت الكفار يلاقوا العلاجة بسرعة عمشان نعرف نرجع ندي عليهم المسجد فعم بيقول لك فهذول اللي بيستخدموا هاي العبارات عم بيفترضوا وعم بيوصلوا لك رسالة بأنه مسلمين مسلمين مجموعة من الجهلة ومجموعة من المنافقين طول النهار ما بيحتموا لا بعلوم ولا بتطور ولا بإبداع ولا بطب بس ما عندهم هم غير يدعوا على الكفار ومضطرين الآن شوي يخففوا وطيرة الدعاء مشان الكفار يلاقوا علاج بعدين مشان ياخدوا راحتهم هذول المنافقين يضلهم يدعوا عليهم فعن برد الأخ يوسف بيقول الرد الأول إنه فيش حدا عاقل في الأمة الإسلامية عنده إيش اسمه دعاء على الكفار هيك في المطلق هذا أصلا مش موجود في ديننا في دعاء على الكفار المعتدين الظالمين القاتلين اللي احتلوا اللي اغتصبوا اللي قتلوا أنا وعليك بالظالمين ما حدا هيك بالمطلق أصلا مش موجود في ديننا إيش اسمه الدعاء على غير المطلق أصلا هذا حرام مش موجود عندنا في ديننا فبيقول وهذا لا يحتاج الذكاء ليكون واضح يحتاج له حسن نية في التعاون ومعنى اللي بيحكي هذا الحكي هو أصلا عنده سوء نية في اتهامه لمسلمين ثانيا يكمل يوسف القرشي جزاه الله خير يقول الكلام الهامل الأعلاه اللي هي العبارة يفترض أن المسلمين جالسون في البيوت يصلون وينتظرون لأنهم يقومون بما أمرهم الله به ويأخذون بالأسباب ويعملون في أهم المراكز البحثية في العالم وينشرون بعض أهم الأوراق في المجال وهم في الصفوف الأولى أطباء وهم في الصفوف الأولى من الأطباء والممرضين والباحثين ووضعي السياسات فسيبك منها السلافة هذا الرد الثاني بمعنى أنه اللي عم تحكي هذا الحكي وبتنكت هذه النكتة وتتفلسف هذا الكلام أنت بما نفترضه طبعا الأرض الواقعة ما لك بالتابع تخليوا في مجال فتح لي فتح لعربي أو لمسلم أنه يبدع فيه في أي مجال مجال العلوم مقصر نحن بس فقط أنه معظم الدول العربية والإسلامية كاتميتهم هذول الناس إما السياسات الاجتماعية أو السياسات الأمنية أو السياسات الوات إيفر عم تمنعهم الحركة لكن كبار العلماء الآن حينما يوجد المجال المسلمون متقدمون ومتصدرون في كل مجالات اللي لما يفتح لهم المجال لكن معظمنا بنعرف أنه كثير من الأحيان في أنظمة وظيفية مسؤوليتها تقمع هذه الأمور وتهربهم وتوديهم لدول أخرى حتى يستفيدوا منهم طيب هذه النقطة الثالثة برد الأخ يوسف القرشي على هذا الكلام السخيف اللي بيحاول بعض الناس يخففوا دمهم فيه بيقول ثالثا الكلام ليوسف القرشي ثالثا الكلام السادج وأعلاه أيضا يفترض تعارضا بين مجالين غير متقاطعين يعني زي ما بيقوله تعرف كيف دونكي شوت وطواحين الهوال كان يقاتلها اللي بيحكي هذا الحكي من سخفه وسذاجته أو سؤنيته افترض أنه فيه تعارض بين مجالين غير متقاطعين على الأقل في الإسلام ومعظم فروع المسيحية واليهودية ويكأنه أحدا معتبرا في هذه الأديان عم يقول كأنه أنه إحنا في عندنا ناس معتبرين قام وناها الناس عن الاكتشاف الطبي والوقاء والعلم عموما يا رجل والكلام يوسف يقول يا رجل في أشد حالات بقي الاكتشاف الطبي من أولى أولويات العلوم لدى المسلمين ومعظم علماء وفلأسفة المسلمين الذين لا يتقنوا قائلوا العبارة نطق أسمائهم بشكل صحيح أحيانا درسوا الطب إلى جانب القرآن ولهم فيه مؤلفات يعني اللي عم بفترض باتهم المسلمين الملتزمين مثل هذه العبارة هو عم بفترض حربا غير موجودة وهذا ابن حسن الظن فيه طبعا ابن نسي الظن فهو خبيث يرمي الصم بين الناس بالمختصر يتم مشان أنتي أنهي قراءة اللهم صرعي سيدنا محمد المقال هذا المختصر وألملم الموضوع بإذن الله يتم يوسف القرش يقول بالمختصر العبارة إما أنها قصدت انتقاء الدعاء عفوا يتم يقول بالمختصر العبارة إما أنها قصدت انتقاد الدعاء على الكفار وهذا راجع لجهل قائلها بسياق الدعاء وإما القصد منها الاصطياد في الماء العكر ومحاولة اختلاق نقطة نقاش لم يدع الدين يوما أنه ذو سلطة معرفية فيها أو أنه مجرد شبه سخيفة يود أحدهم أن يتعلق بها ضعاف النفوس والمعلومات فلا تكن منهم خلاصة الكلام بدي ألخص بدي أحكي بعبارتي المبسطة تألخصه طبعا للي دخلوا معنا الآن إحنا عم نعلق على أو عم بقرأ أنا مقال خاطرة للأخ الكاتب يوسف القرشي على بعض الناس اللي بنكتوا على مسلمين ملتزمين بأنه في مسلمين ملتزمين بيدعو بيقول يا ريت الكفار بسرعة يختروا عام شا نقدر نعرف ندعو عليهم في المساجد فعم بيرد على هذا السخافة من القول وهذه الساجة من القول بأدلة علمية منطقية يلخصها بمختصر اللي بحكي مثل هذه العبارات يا إما هو عم بينتقد أصل فكرة الدعاء على الكفار وهذا يرجع للجهل قائلها بسياق الدعاء باختصار ما في حالة معتبرين يقر دعاء عام هيك اللهم عليك بكل لا 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 بالظالمين بالمعتدين باللي بقتلوا باللي بغتصبوا باللي بحقدوا باللي بعملوا ما في دعاء بالعكس ربنا سبحانه وتعالى بوضوح بالقرآن أن النبي قد أرسل كافة للناس بشيرة والنذيرة وأنه موما أرسلناك إلا رحمة العالمين إذا في حدا بيقدر يزعم عملية على أرض الوقع أنه دين المحبة والسلام فهو الإسلام يكفينا شرفا وفخرا أنه إحنا اسم ديننا اسم ديننا هو الإسلام والإسلام يعود في جذره إلى السلام من ضمن المعاني وإلى التسليم فإن سلمت أمرك فأنت تحصل السلام الحقيقي في الدنيا والآخرة من غيرنا دينه له علاقة بكلمة إلا إحنا 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 اسم ديننا لأديان الأخرى إما تتعلق حول شخص أو تتعلق حول قبيلة أو تتعلق حول مكان أو تتعلق حول صنم أو إلى آخرية إحنا الوحيدين إذا فيه حدا إذا فيه حدا بطلع له يحكي عن أنه دينه دين السلام فهو الإسلام إحنا باي ديفولت ديني على هذا الأساس لكن إلا يأتي بعض الحاقتين الكاذبين فهو عم بيقول فاللي بيجعم هذا الزعم عنده جهل بمفهوم الدعاء بالإسلام أو اللي بيقول هذا الحكي يقصد الاستياد في الماء العكر لاختلاق نقطة نقاش لم يدعي الدين يوما أنه ذو سلطة معرفية فيها يعني الدين ما بتدخل ما بمنع أحد بأنه يقوم بالأمة ما بيجيب يقول اسمع أصحكم تمشوا بالأمر الطبية يمكن عند ديان غير الإسلام فيه موجود وجدت أديان في القرون الوسطى في أوروبا كلنا منعرف كان العلم محارب قال يليو ايش نعمل فيه لما قال بكروية الأرض حرقوا سلطات الدينية عندهم مش عندنا مش إحنا مش إحنا لنحكي لأ والنكتة أنه بعض العلمانيين المتخبين تحت العلمانيين من أديان الأخر قال بتختفع الإسلام على أنه دين كذا إلى خير وروح تشوف السياق التاريخي تبعه بدون تعليق استياد ماء العكر دينه الإسلام بالعكس نحن نفتغ أصلا العلوم إجت لأوروبا من أين من أين عملية الأوروبي من أين صحي يعرف إيش 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 علاقة بالعلم اللي بيشتغلوا فيه الآن هي من عندلس وبنصحكم وإذا وحدا فيكم سريع وشاطر على السريع على السريع يدخل الآن على اليوتيوب يحط الرابط كومنت الآن اللي هو اللي هو ألف ومئة ألف وواحد اختراع اللي هو المعرض اللي لفه في العالم اللي بيتحدث عن أنه ألف اختراع موجود الآن في البشرية وأصولها كل آية وضعها المسلمون في الأندلس يعني حضارة الغرب العلمية بذورها الكاميرا الآلة الحاسبة اللغاريتمات الكمبيوتر الطب الآلات الجراحية الجراحة التصميم اللي شو اسمه الفيسيولوجي تبع الإنسان النظام العصبي العلماء بالعشرات والمئات من حضارة الأندلس فبالعكس نحن نفتخر في الوقت اللي في هذاك الوقت كان في أديان أخرى تحرم أي شيء خارج السلطة الكنسية اللي ما لهاش تدخل في العلم بل تمنع من التفكير ولي قال بكروية الأرض في أوروبا حرقوا حي فمش إحنا منحكنا لنا هذا الحكي فبين قوسين إذا كنت ما بتعرف فهذا جهل بس إذا كنت تعرف فأنت خبيث يا البعيد بعيد عنكم جميعا يعني اللي بيحكي هذا الحكي بيقول لك ما العكر أو أنه مجرد شبه سخيفة يود أحدهم أن يتعلق بها ضعاف النفوس والمعلومات فلا تكن منهم هو كتب المقال مشان يقول لك إذا ما عندك معلومات وعندك ضعف في النفس لا تتعلق بها شبهة ديربال إياك أن تكون من هؤلاء لا تكون لا من هذول ولا من هذول ولا من هذول انتهى الكلام يعني الفكرة انتهت الهدف منها أني أحاول أن أنقل شيء رأيت فيه خيرا هيك خلينا نحكي ببث خفيف سريع خلاصة الأمر يا أحبة الآن انتهى المقال بدي أعلق تعليقي أنا الشخصي ينبغي أن ندرك وأن نكون على معرفة ويقين اللهم صلى الله عليه وسلم ده محمد إنه الحق محارب والإسلام هو دين الحق محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل القرآن هو خاتم كتب الله للبشرية إبليس بوضوح وعد قال يا رب قال وبعزتك لأغوينهم أجمعين حشتغل فيهم راشي بربنا شبحانه وتعالى بيّن في آيات كثيرة جدا إنه هناك حزب للشيطان كلمة حزب الشيطان إذا بدنا نفصلها بلغتنا مين هو حزب الشيطان كل من يحارب الحق هو من حزب الشيطان كل من يحقد على دين الله الصحيح والوحيد هو من حزب الشيطان كل من يحارب أهل الخير ويشوّح صورتهم ويستهزئ بكلامه هو من حزب الشيطان حتى وإن ادعى أنه مسلم وحتى لو ادعى أنه يومانست وإنساني وكيوت ونايس ومش قصدي وحتى وإني ادعى أنه عم بيحاول يفهم الفهم الصحة كلهم بس عبارة عن توزيع أدوار ما بين علماني كيوت يظهر ما بين علماني متطرف ما بين مرتد عن الإسلام ما بين الليبرالي يزعم الليبرالي ومن داخله مثلا فكره ماركسي أو الحادي ما بين ملحد علنا ما بين طائفي يتبع دين آخر ويحقد على الإسلام بيجي تحت غطاء الليبرالية أو علمانية مشان يعرف يضرب بدون ما يتكون هويته الحاقدة واضحة دور كلهم شغالين المشكلة شبهاتهم بتصيب بعض المساكين من اللي عندهم جهل أو عندهم ضعف في النفس هنا دورنا إنه إحنا نحذر نذكر وننبه لازم تكون عارف إنه دينك محارب السبب لأنه الحق شو قصدك يا شيخ قصدي إنه اللي معه الحق يحارب من مين من أهل الشر يعني أعطيكم مثال بسيط أعطيك أكثر مثال أبسط لك الصورة لو أنت كنت لابس ثوب أبيض منغسول ونضيف مية بالمية ما عليه أي بقعة وصخ وماشي مع مجموعة من أصدقائك في الشارع وأصدقائك أثوابهم متسخة جدا أنت الآن لا جاي فيهم ولا عم تأذيهم ولا عم تحكي وأنت ماشي بالشارع هم فالنفرض أنتو خمسة أربعة ثوبهم متسخة وأنت ثوبك نضيف جدا جدا فأنت غصبا عنك تصنع علامة فارقة وبدون ما حدا يفتح تمه الجمهور مجرد ما يطلعوا عليكم بدهيا بدركوا الفرق أنه بينعرف بعيد عنكم الخطأ اللي عندهم أو القذر اللي عندهم أو الوسخ اللي عندهم بسبب أنك أنت داير بالك عن أظافة ثيابك هذا زي ما تحكي مثال تشبيه بدأ أقرب لك الصورة فبالتالي اللي ماشيين معاك ومدركين نظافة ثيابك ومدركين أنه ثيابهم عليها وصخ هم أمام السيناريوهات التالية إما يكون عندهم أخلاق عالية ويقروا أنه ثوبك نضيف اللي هم مدركينه بالفطرة وثوبهم وسخ يروحوا بين قوسين يأدوا دورهم الأخلاق يروحوا يتعبوا زي ما أنت تعبت ويغسلوا أثوابهم ويشاركوك في نظافة الثوب ومدح الناس وإعجاب الناس من ضافة الثوب ويمشوا معاك هذا سيناريو أو بدأ أشي تعب حاله بدأ أشي تعب حاله فبدأ يضلوا على الكركب اللي عنده عاجبته ليش كس كس لان لأنه لأنه بدأ يروح يجيب منظفات ويشتغل وينظف ويقول لك شو بدأ يمجحها الرأس بس أنت عم تسبب له مشكلة مش قصدك تسبب أنت وجودك بس وجودك مشكلة له لأن الناس عم بتقارن بينه وبينك طب شو الحال يسعى إلى إحدى السيناريوهات التالية واحد من السيناريوهات ببذل جهده يضلوا يرمي عليك وصخ بشان يخل الناس يفكرك بعيد عنك أنك انت ويا سوا معينتا؟ إذا ما قدر يرمي عليك الوسخ على الأقل بيضلوا يحكي للناس أنه أنت زيك زيه وعندك واحد اثنين ثلاثة بيكذب وبيفتري عليك قدر الاستطاعة عندي لزوم ممكن يصورك بالصورتك النظيفة وبعدين ياخد صورتك يعمل عليها في فوتوشوب ينزل عليها من كذا يقول اسمه ما حد شهده من حد تكونش عني أنا كذا هي وزيه هذا عم بعطيك مثال تشبيهة أنه اللي بيكون ماشي على الحق أهل الباطل إيش بعملوا فيه ما بدون طبعا دليلي على ما أقول لما ربنا سبحانه وتعالى حكالنا عن جماعة قوم لوت لاحظ جماعة قوم لوت عم بعادوا شيء بتعادي الفطرة والأديان كلياتها والبشر والحيوانات موضوع الشذول شو كان موقفهم أخرجوا آل لوت من قريتكم افتح قوس خط أحمر إنهم وناسهم إيش يتطهرون مش بتحملين وجودك بيناتهم مو قادرين لأن هم بالداخل عارفين حالهم غلطانين وعارفين حالهم من غمسين ما بدهم هذا الماشي صح يضلوا كل ما يشوفه يذكرهم بالغلط خلاص يا أخي عف عنه طب مش قادر يعف عنه منخلص عليك منذبحك منوصخك منشوه صورتك مش لأنك عامل شي غلط لا أنت بس لأنك ماشي على الصح هذا الحكي لازم يكون واضح إنه من يسير على الحق بدون ما يعمل إشي لأهل الباق بدون بس مجرد وجوده لحاله سيقاتل دليلي على ما أقول الآخر بصورة البروج قصة أصحاب الأخدود دليل الآية القرآني فسجل عندك الآن قصة قوم لوط أخرجوا آل لوط من قريتك وتردوهم إذبحوهم إنهم أناسهم إيش يتطهوا عم بيعترفوا ترا كانوا صادقين جماعة قوم لوط يقول لك يعني الجماعة ما عم بيعملوش غلط هدولة مائلهم مكان بيناتنا الآن اتطور الوضع بيشوهوا صورتك وبهاجموك وبيتحموك بالإرهاب وبيتحموك بالتطرف وبيتحموك بالكذب وبيتحموك كل شي ليش ما أنهم بدهم يمشوا بشهواتهم إنت وجودك مجرد كونك ماشي صح وخير ونظيف لازم يهاجموك يحكوا عنك كذا وكذا 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 لأنك إنت بوجودك عم تظهر عوراتهم ربنا سبحانه وتعالى إيش قال عن جماعة اللهم صلى الله عليه وسلم محمد أصحاب الأخدود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود لاحظ عم بيذبحوهم طبع هذول على ظاهر الأقوال جماعة من المسيحيين المؤمنين في وقتهم اللي كانوا متبعين دين الحق دين عيسى عليه السلام اللي هو دين الإسلام دين عيسى عليه السلام في وقته هو دين الإسلام المسيحيون المؤمنون في وقتهم من الصادقين المخلصيين كانوا مجموعة اضطهدت وأراد الحاكم أن يخرجهم عن دينهم فخد لهم الخدود بقصة طويلة بل كانت تقرأها وأراد أن يحرقهم بشكل جماعي لما رفضوا يخرجوا عن دين الحق اللي هو اتباع عيسى عليه السلام هو دين الإسلام الصح فلما أرادوا صار بدوا يحرقهم فربنا أن بذكر هالقصة قتل أصحاب الأخدود الناري ذات الوقود إنهم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود الآمطن الشاهد افتح قوس وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد حقدهم وكرههم كل سببه إن هذاك فقط آمن يا عمي ما عميت لكش إشي أنا الآن مجاي فيك ولا حكي لك إشي بس عم بعم بقول أنا أؤمن أن الله موجود وأنا أؤمن على أنه شرب الخمر حرام هل ما بتطلع لكش تحكي يا أخي أنا أعتقد شرب الخمر حرام لا لا بابداد بصيرش تحكي أنا أعتقد أنه علاقات الجنسية خارج غالب لا ما بتطلع لكش بصيرش تحكي أنت أكيد أنت مريض نفسي أنت عندك عقد نفسي يلا يا إعلام سرعة ما معقّد يا معقّد أنت معقد نفسي معقد نفسي مشان تخاف تصير تحكي ليش؟ أنه في الأخير إذا أنت ضليتك تصر على الحق اللي هو العلاقات الجنسية خارج الزواج غلط بده يضله هو شغل تدق عراسه عراسه اللي يخلف واللي يخلف أبو أنه غلطات بيدوش هالحال بتهمك أنه أنك معقد ويخلي كل العلاقات الجنسية يقولون معقد يجيب تحكي عن الشذوذ غلط آه باي هذا لا إنساني هذا متترف تعرفوا متترف؟ جماعة المتترفين هذا عسرع كذي هذه جماعة الكيوت اللي بدون يعملوا كل إشي فري وأنا حر وأنا حرة وأنا وكذا أسرع عيشة عسرية يا باي هذول المديني اللي يشيوخ كتير 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 معقدين وكتير متترفين تترف جزء من عندهم يعني عسرية بسلخوك إياها وإعلامهم المنافق بيشتغل مثل ما نرى في الإعلام المصري هذا أفضل مثال يعني فبالتالي لازم تكون واعي أخي الكريم أنه أنت مجرد ما قلت لا إله إلا الله محمد ورسول الله مجرد بس بس أبديت أنت يا أخت العفيفة الشريفة مجرد ما قررت أنك تتبعي أحكام دينك العامة من حيث الإختلاط المحرم من حيث العلاقات خارج مؤسسة الزواج أنك تمنعيها من أجل ما أنك غضيتي بصرك التزمتي وتحدثتي بحدود الأدب وارتضيتي اللباس اللي الله ارتضاء إليك أنت بدون ما أن تعيش تلقائيا في الاسفحي هاجمك لأنك عم بتخربي شغولهم أنت عم بتخربي عليهم عم تعطي صورة طيبة عم بيشوفوك مبسوطة مرتاحة هانئة عم بتحسي بالسلام والأمن النفسي بلباسك بعفتك بحجابك بجلبابك فبالتالي البنات الطيبات المسكينات اللي عم بنغسي في دماغهم راح تأثروا فيك متطرفين علمانيين متطرفين طائفيين متطرفين منحرفين ومن جماعة إبليس ومن جدون كلهم لما بدهم يسرقوا هذول البنات ويخطفوهم يودوهم على موضوع الألفحش والدعارة والحرام وينشرون كلياتهم ما بزبط تكون في مثال للصح يشوفوه لانه بيخرب شغلهم باختصار انا بعطيكم امثل انا الان هذا من وحي المقال الاخ يوسف القرشي هاي رسالة كنت اوصلها اليوم خلصت اللي عندي انا الان اذا في اشي بتعلق باللي حكيته بجاوب عليه سأقول لكم السلام عليكم وان شاء الله انه تطلع عندي كل التعليقات لانه الموبايل بعض الاحيان تعرفوا انت الموبايل بيكون عن بيطلع الكلاب لفوق بحاول انزله ارجع شو اللي صار ما برجع لسبب اجهله على كل حال جزاكم الله خير طبعا كل من يشكر يبعث يدعو جزاكم الله خير جميعا اعذروني ما بقدر يعني كل شخص بنفسه الله بس راشدنا محمد طيب شكرا 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 جميعا جزاكم الله خير بارك الله فيكم وحيا الله كل الاخوة والاخوات واعتز طبعا عم بشوف انا عدد لا بأس به من طلابي وطالباتي اللي درسوا عندي وتخرجوا قبل سبع سنين تسع سنين ثمان سنين حياكم الله جميعا اهلا وسهلا اخت ماريانا والاخت اماني اهلا وسهلا فيكم نفخروا بكم طلبتنا الاعزاء الله يزيكم الخير اللهم صلى على سيدنا محمد ممتاز هاي الاخت ماريانا اشكرك هاي حطط لكم الفيديو تبع ال one thousand and one invention اللي بحكي لك على انه اللي المسلمين هش عمله شكرا اخت ماريانا الله يكرمك بارك فيك اه طيب اللهم صلى على سيدنا محمد في اسئلة في اسئلة طيب 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 انا عم بحاول اشوف اذا في اشي دارك طبعا تسامحوني عم بتجاوز كل الدعاء ولا لا لا اللهم صلى على سيدنا محمد طيب الاخت ليلى بتقول اصحاب المبادئ يحاربون هذا صح اختي على فكرة السنة في الكون كل صاحب مبدأ وبالذات اللي بيكون المبادئ وماشي على الحق والصح والاسلام هو الدين الحق وهو البقية الباقية فقط على كوكب الارض من الدين الصح الباقي خلاص الان بتعرفوا القصة معروفة عندكم فبالتالي لازم يحاربونا لازم للأسف الله يهديه مع كل حال اللهم صلى على سيدنا محمد اللهم صلى على سيدنا محمد شكرا شكرا جزيلا لكل من يدعو الله يكرمكم بارك فيكم برضو الأخت مريانة مريانة ما شاء الله نشيطة حطتلنا حزب الشيطان في سورة الحشل الدكتور سلمان لدقور أنصح بالمتابعة طبعا دكتور سلمان حبيبنا وزميل وصديق معين في كلية الشريعة وهو أستاذ دكتور في موضوع علوم القرآن والتفسير ومبدع خاصة العقلية المنهجية أنصحكم بمتابعة صفحته ومتابعة رسائله في التفسير متميز جدا في علوم التفسير في علوم القرآن وهو اللي لم تخلوني ذاكرة حاليا هو نائب رئيس جمعية محافظة القرآن الكريم ورئيس تحرير مجلة الفرقان التي تصدر عن جمعية محافظة القرآن الكريم في الأردن الأخت مريانة إذا تتكرمي تحطي رابط الدكتور سليمان لصفحته الله يزيك الخير وأشكرك جدا على تعاونك طيب اللهم صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد طيب الأخ جميل الأخ موسى الشلول يقول الحق والباطل ضداني لا يلتقيان والحالة الطبيعية بينهم هي دوام التصادم من أجل أن يعلو الحق ويدثر الباطل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكن ومع الأسف بعض الناس لا يكتفي بإثم عدم الوقوف في صف الحق بل يدافع عن الباطل ويصفق له على أي صورة سيقابل هؤلاء الله سبحانه وتعالى صدقت يا أخ أخ موسى أشكرك جدا كلمة رائعة جدا فعلا زي ما قال الإمام أظن أظن الغزالي رحمه الله أخصد الغزالي محدث محمد الغزالي رحمه الله وأنا الشيخ الغزالي أنصحكم بقراءة كتبه ومتابعاته اللي عنده تقريبا أنا بذكر قبل وفاته رحمه الله في الخمس وتسعين حسب ذاكر ذا كان عنده ستة وأربعين كتاب مؤلف يعني عنده أظن على الأقل خمسين خمس وخمسين كتاب الإمام الشيخ محمد الغزالي الأزهري رحمه الله من أروع من يقرأ له أنصحكم بكتاب جدد حياتك له وبكتاب مدارسات أظن على القرآن الكريم لعمر عبيد حسنة واللهما صلى على سيدنا محمد كتاب رائع اللي هو مستقبل الإسلام خارج أرضه كيف أن نفكر فيه فيه بيقول بعباراته الرائعة بيقول إن لم تتمكن من نصرة الحق فلا تصفق للباطل الحق الأمامك الآن عماله يضرب ويهاجم مش قادر تنصره خايف تعبان عندك ضعف مش قادر على الأقل على المخذر اشكت لا تروح تشوف الباطل عمتك تشير إيهاش؟ تزقف نفاقا يعني فأنت خلص صل جزء من الباطل لا تقول والله فكرت وحسابت لا 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 اتقل لا فلا إن لم تتمكن من نصرة الحق فلا تصفق للباطل جميل أشكرك يا أخ موسى جميل 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 ما شاء الله عليكم تعليقاتكم طيبة بتثلج الصدر يا أخو يا أخوات المعاني الله يكرونكم يجزيكم الخير اللي بنذكرها أنا أو غيري إذا وجدت فيها يعني شيء من الخير الرجاء ونشروها بين الناس وصلوا هذه المعاني اللي بتسمعوا الآن دونوا لخصوا حطوا سجلوا ابعتوا رسائل خذوا الفيديو عملوا داونلود قطعوا ابعتوا إلي لغيري خلينا ننشر خاصة في هذا الوقت الآن ناس جالسة وعمالها بتسمع الأخ اللهم صلى على سيدنا محمد جميل الأخ أسامة بن رشيد أسامة بن رشيد أسامة بن رشيد ما بعرف أسامة بن رشيد في أمريكا ولا اسم على تشبيه بيقول بسم الله الله أكبر أسلحة قذف الباطل قرآن وذكر وفكر جميل قرآن وذكر وفكر بل نقذفه بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل ومما تصفون الله مصلى على سيدنا محمد شكراً يا أخ أسامة لايك ومفزيك الخير مش عارفكوا تشابه أسماه ولا الأخ الدكتور أسامة الموجود في نيويورك أو في واشنطن طيب اللهم صلى على سيدنا محمد جميل ما شاء الله بحاول أنا بس عم بنتقل أشياء اللي لها علاقة الأخت إيمان القاسم لما نخلص ونسجل بإمكانك تسمعيني من البداية تعرف شو الموضوع صعب إني أعيد أنا عن إيش حفظكم الله الدكتور عزام جابر شيخنا الحبيب أنا من طلابك أهلاً أهلاً دكتور عزام حياك الله ما شاء الله ما شاء الله نفع الله بكم متقبل الله منكم نعتز بكم ونفتخر والله أهلاً وسهلاً بكم الله يزيكم الخير ويسعدكم يا رب يزيكم الخير سبحان الله الله يزيكم أخعتوم الأخت تسليم نعم أكيد أنا مئن بالمر راح أحفظه على الصفحة إن شاء الله بإذن الله محمود الصيرفي من دلس أوه ما شاء الله هنا رجعنا لورا أنا كنت عم بحكي عن طلابي في الكلية في الجامعة الآن هنا من طلابنا في المدرسة محمود الصيرفي حياك الله أهلاً وسهلاً الأخ محمود من الفوج الأول اللي درستهم في مدرسة اليوبي لفصة 1993 هي كشفت عمرك يعني درسته في الصف التاسع قبل 26 سنة ما شاء الله نعتز بكم الله أخ محمود حياك الله أهلاً بك وأهلاً بدلس و سبحان الله ما كنت أنا في دلس عشت سنة في تكساس دلس كنت ساكت في منطقة بلينو أظن أنت هي المنطقة الساكن فيها تحياتي لدلس وريتشارستون وكل تكساس وكل الإخوة الذين نعرفهم في أمريكا أزاكم الله خير شكراً أخت مارياني الله يبارك فيك ويسعدك ويزيك الخير إن شاء الله طيب ما شاء الله ما شاء الله والله أي طلاب وطالبات منفتخر فيكم الله يسعدكم أنا يعني أشعر بال الله مسل على سيدنا محمد حياكم الله أخت سلو الله يبارك فيكم سهيب المسماري الطريقة الصحيحة لتغسيل ودفن موت الكورونا والله أخي أنا هذا يعني لازم تسأل يعني ناس متخصصين بالأمور الفقهية يعني أكيد أفضل مني يعني وأكيد في صفحات كثيرة جداً تتحدث عن هذا الموضوع يعني بالأمور الفقهية الدقيقة في فقه النوازل أنا لست من يسأل ليس مجالي ومعلوماتي بتكون متواضعة في هذا الموضوع فأعتذر منك يعني بس بتخيل أنه في كثير من المواقع مثل إسلام ويب الشخص عيد الكملي الدكتور عبد الرحمن الكيلاني في مواقع فتاو يعني بيحكوا عن هذا الموضوع طلزيهم الخير جميع وهم أخيرهم منه جزاهم الله خير طيب اللهم ما شاء الله ما شاء الله الله يزاكم خير جميعا من كل دول العالم أكثر من شخص بيقولوا نحن من البلد الفلاني من البلد الفلاني سلامنا لجميع الأهل الجزائر وأهل تونس سلامنا لأهل الأخوة والأخوات في السعودية في الإمارات في مصر في سوريا في فلسطين ما شاء الله جزاكم الله خير جميعا الله يكركم بارك فيكم في بوست من عنوان ربك كريم المسابقة تبعت القرآن كيف بنسويها يا أخوة أنا هذه المسابقة لمجموعة من المتطوعين والخيرين في الأردن أنا لست مشرفا عليها أنا ساعتهم في نشرها أنا بعض الأحيان بيكون من الأخوة والأخوات اللي بعرفهم مشرفين مسؤولين أو بالواسطة بيبعتوا لي في مجال بس ستعرف الناس فأنا بنشرها فاللي اتواصلوا ادخلوا على التفاصيل اللي ذكرتها بالصفحة مسابقة القرآن التفاصيل موجودة عندكم الويب سايت موجود صفحة الفيسبوك موجودة ابعتوا أي سؤال لهم أنا ما إلي علاقة أنا فقط نشرت من باب نشر الخير فقط الله يزيكم الخير الأخت ليلى بتسأل ممكن تنزل إعلان لوقت البث المباشر مرات بتفوتنا الحلقة والله يا أختي حتى هذه اللحظة أنا ما في عندي وقت ثابت للبث أنا حسب التساهيل مرات بطلع أخذي من صلاة الفجر يعني بصلي الفجر وبطلعوا الدنيا عتمي وأنا ماشي بره ببث بما يفتح الله مرات زي الآن الآن أنا بحكي طبعا أنا بحكي معكم من كندا من تورنتو الآن عندي الساعة ستة ونص تقريبا قبل المغرب فما في وقت معين يعني بيكون مثلا أنهيت جزء من واجباتي أو عندي واجب آخر أو بدي أجرب عميتي البث ما في إشي ثابت لكن أي شي ببثه بسجله بس ممكن بعد أيام ثابتة بعد ما تستقر أموري وأعرف التزامات لأن أنا هنا موجود في كندا أنا بشتغل يعني أنا بدرس وبحاضر وعندي محاضرات تدريسية باللغة العربية وباللغة الإنجليزية بدرس عن الإلحاد وبدرس عن الأديان وبدرس باللغة وبقدم استشارات لحل المشاكل الأسرية من وجهة نظر دينية شرعية فبالتالي عندي التزامات كثيرة جدا فمش دائما بقدر أسيطر على الوقت يعني بما يفتح الله سبحانه وتعالى الأخ أسامة برنامج أحسبها صح ليش مش متوفر بكامل حلقات متوفر أخي وإن شاء الله بإذن الله قريبا رح أرفعه على اليوتيوب تبعي كامل قريبا جدا أبشر طبعا هو حاليا موجود على على موقع على اليوتيوب إذا بتعمل إحسبها صح أمجد قرش أنه فيه يمكن عشر أشخاص عملوا برامج بهذا الإسم تكتب أمجد قرش إحسبها صح بطلع لك موقع تابع اليوتيوب شانيل ديدز فارم أو خربيش موجود للحلقات عليها ورح أرفعها على موقع أنا دكتور أمجد قرش قريبا إن شاء الله بإذن الله الأخ محمد جابر بيقول شيخ كلامك قذف نوعا من الرهبة في قلوب من يسعون للحق فهل كلمة طمأنة لا أدرك كيف حصل هذا الفهم لا بالعكس أنا أقولها وأنا متفاق كيف يقوله حسن السؤال نصف الجواب معرفة الواقع نصف الحل وحسن الاستعداد يعني إدراك الواقع بأن الحق محارب وأهل الحق يمحاربون هو بحد ذاته جزء رئيسي من حل للإشكالية طبعا مع قضية ويمكرون ويمكروا الله مع قضية أن الله سبحانه وما يتوكل على الله فهو حسبه مع قضية أنه نتوكل على الله سبحانه وتعالى بالعكس أنا أعتبره كلاما تفاؤليا وحسن استعدادا في حرب الباطل بإذن الله في الأخت رولة بتقول عندي اقترح لو بصير بنفس وقت صلاة الجمعة أنك راح الكلام اللي فهمته أنه اللهم صلى سيدنا محمد أني بوقت الخطبة أسير نعم بس أنا ملتزم بوقت خطبة اللي أنا فيها أنا موجود في تورنتو في كندا وبينكم سبع ساعات فوقتي مستحيل يكون مع وقتكم بإنتوا أنا إذا بدي أعمل خطبة بوقت الجمعة تبع بلاد الشام أنا بدي أكون عملي لسه مش مصلي الفجر اللهم أصلي على سيدنا محمد تمام تمام إن شاء الله بإذن الله هسي مسعود بازار هل هذا ابتلاء أم عقاب من الله تعالى وكيف يمكن أن نصبر حطيت عدة حلقات بث على موضوع الابتلاء أو العقوبة وفيها تفصيل كبير جدا على صفحتي يرجع لها الله يزيكم الخير الأخت ماريانة العمري رابط صفحة دكتور أشكرك يا أخت ماريانة مبارك الله فيكم أي وضعت الأخت ماريانة لكم رابط الدكتور سليمان الدقور الأستاذ الدكتور في علم علوم القرآن والتفسير هو مرجع ورشحه بقوة ترجع تستوعب أنه وإلى حلقات دائمة على موضوع تفسير الآيات من القرآن هو في هذا المجال أقوى مني بكثير ويستفاد منه جزاه الله خير محمد الطاهر أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدقت سبحان الله طبعا جزء البلاء والفتنة معين الطيراوي ممكن تحفظ البث طبعا إن شاء الله بإذن المولى عز وجل ما شاء الله هاي أخونا أمجد مسلماني كمان إن شاء الله إذا أمجد مسلماني اللي براسي وارده كمان من الأخوة اللي درستهم في اليوبيل ما يكون تشابه أسماء حياكم الله ما شاء الله الآن عمالي بشوف طلابي اللي درستهم بال93 وعم بشوف الطلاب اللي درستهم بال2003 في الجامعة وعم بشوف الطلاب اللي درستهم صاروا دكاترة وإلهم سنين دكاترة يثلج الصدر شيء يفرح أعتزوا بكم وأفتخر الله يزيكم الخير شكرا أخ عمر عمر الله يكرمك يبارك فيك الأخت ليلى بتقول هل من يموت بالكورونا لا يغسل باعتباره شهيد لا أختي الذي لا يغسل هو شهيد المعركة في قتاله مع أعداء المسلمين الذي يموت أثناء القتال الجهاد بالمعنى المصطلحي الحرفي لكن الشهداء سميهم شهداء الدنيا المبطون والمطعون والغرق والحرقة كلها يغسلون ويكفنون عادي يعني يأخذ بإذن الله أجر شهيد لهما كانت شهيد لكن أحكام الشهيد القتالية لها علاقة في المعركة لا تطبق على يعني يغسل ويكفن عادي إلا أنه يكون فيه مشكلة طبية بالعدوى يصير فيه مثلا ممكن ما يقدروا يلمسوا في الغسيل فبضطروا يلفوا القضية وما يتلامسوا معاها هذا موضوع آخر حالات استثنائية نوازل يعني المجاهد هشام فضيلة الدكتور ما رأيك من يقول مزاملة تجوز والرجاء توضيح سوء الفهم في موضوع الراح على كل حال يا أخي الكلم أنا عدي إلي بيحسبها صح وإلي محاضرة عنوانها الدكتور أنا مغرم أكتب كلمة الدكتور أنا مغرم أمزة قرشة عطيتها في جامعة سمية قبل كذا سنة اسمعها بتعطيك الإجابة على كل اللي بتسأل عنوه والله يزيك الخير الكومنت عم تطلع لفوق بالموبايل ما عم بلحقها عم بحاول أنزلها ما عم ترضى لسبب الموبايل نفسه ما عم بيستجيب إلي ما بعرف ليش ولا مشكلة فيسبوك رائد النجار وينك هالغيب بحيني موجود إن شاء الله نعم الله يزيك الخير شكرا أخ محمد الاعتوم اللهم صلع سيدنا محمد اللهم صلع سيدنا محمد أسعد الله صباحك أنا مسبيلي اسم صليتك المغرب صباح مين إلا إذا أنت موجود بعين عني على الأقل عشر ساعات معناتك أنت رح تصلي الفجر هذا الأخ راعد أبو صافي الله يزيك الخير الأخ فنان كريشان بيقول لي يعطيك العافي دكتور ويزيك الخير لا ننسى قول الإمام علي عبد أبي طالب لا تستوحشوا طريقة الحق لقلة ساكنيه شكرا وجزاك الله خير جميل منير كيلاني شتقنا برامجك الهادف شكرا الله يزيك الخير بارك الله فيكم جميعا الله يسعدكم جميعا سامحني ما عم بقدر ما عم بقدر أشكر كل باسمه من الأخوة والأخوات على كلماتهم الطيبة يعني كسبا للوقت اللهم يكون بارك فيكم حنين ياريت تكون حلقة منك على الأعراس المختلطة فأصبحت كأنها شيء من العادات وكيف أصبحت تستهين الناس بالحرام والله كثير حكث في الموضوع أختك كريمة كثير كثير عندي عشرات المحاضرات في هذا الموضوع ذلك يعني ما بدأ أكرره الأخت دانيا ما عمرك درستني بس أثرت فينا وأفكارنا الله يزيك وإياكم إن شاء الله يعني نسعد بكم إن شاء الله إنكم كنا طلبة علم أنا الآن أنا أعتبر نفسي أنا أفخر أسعد إنني أنا أكون يعني بالمعنى المجازي جسر عبور أكون سبب في شيء من الخير أنا أسعد نكون جميعا طلبة علم إن شاء الله يعني ونلقى الله على هذا بيننا اللي يزيك الخير أخت الكريمة وحي الله الأخ عزيزي من الجزائر والأخت أماني من مصر ما شاء الله ما شاء الله والأخ مصطفى من العراق ما شاء الله وراء بعض وربعض جزائر مصر العراق يا أهلا وسهلا والله نعتز بكم وهاي الأخت صفا مش عارف الأخت ولا الأخ صفا من سوريا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أخ علاء أبو العنين مساء الحب شيخي أنا متواجد في مصر لإتمام امتحان الماستر في الجراحة سؤال هل أرجع إلى الأردن أم أبقى في مصر إلى حين فرج الله أخي الكريم حتى ترجع أصلا لن يسمحوا لك بالسفر يعني الأصل الطيران مش رح يسمح لك والأردن مش رح يدخلك فالسؤال يعني ما تضيع وقتك لأنه مش رح يسمحوا لك خليك حتى تمر الأزمة أفضل وبعدها ترجع الله يزيك الخير وأيضا سلام من فلسطين إن شاء الله خمس دول وراء بعض اللهم سلام على سيدنا محمد الله يزيك الخير الأخت هبة عم يدل الناس على أشياء عم يسألوني عنها الدكتور عبد الرحمن ذاكر أيضا كمان أنصح أيما الأخ ياسر من سلطلة عمان ما شاء الله كما نصحت بالدكتور سلماني أنصحكم بقوة الله يكربكم ويبارك فيكم إنكم يتابعوا قناة الدكتور عبد الرحمن ذاكر الهاشمي طبيب ومستشار نفسي جزاه الله خيرا مبدع بالتحريب النفسي والأمراض النفسية على أساسات شرعية وعنده حظ كبير من العلوم الشرعية الله يزيكم الخير فتابعوه وراك الله فيك ما شاء الله صرت شايف أكتر من أخي الآن أكتر من طلابنا اللي مفتخر فيهم باليوبيل الأخ نادر حياك الله أهلا وسهلا أخ نادر الله يسعدك ما شاء الله طيب الأخ أسامة بيقول لي خربيش مش جميع الحلقات لا موجود يا أخي موجود يا كل الحلقات على خربيش حوالي سبعين أو تسعين حلقة بس يعني بدك شوي تتعب البح بش هيبدو لأنه فيه فرع من خربيش اسمه Deeds Farm اللي هي الشركة اللي أنا كانت شراكي فيها يعني موجود عليها الحلقات لكن أنا بإذن الله كل حلقات سترفع على موقع دكتور أمد القرصة قريبا بإذن الله الأخ محمد حسن الله يزيك الخير أنت السفير للإسلام في كندا تحيي لك أمقاد إن شاء الله أكون كذلك يا رب أسأل الله يا رب أن نال شرف أن أكون سفيرا باسم الإسلام إن شاء الله أزاك الله خير يا خير هبة لو سمحت إحفاظ نعم إن شاء الله سيتم بإذن الله أخت هبة الأخت سلوى نعم أكيد ما في ندعو للجميع إن شاء الله بإذن الله ما شاء الله عليكم طيب المنور ممكن بعض الدروس الفقهية لمشاكل التي تطرح نفسها على المغتربين في الدول الأجنبية لأنه يشق علينا إيجاد الأخت اللي عم تسأل الموضوع دروس فقهية في المشاكل المغتربين دروس الفقهية يا أخت الكريمة بفضل أن تتابعوا فيها الفئات التالية الأعمل إليهم عايشين بالغرب بكندا وبأمريكا تعرفوا أنا إلي سنة تقريبا سنة وشوي بس فأنا ما زالت خبرتي بإني أنصح بالذات في الأمور الفقهية الأمور المستجدة موضوع الطعام والشراب والأمور الموردغيز اللي هي أقصاط السيارات والبيوت والإشكاليات المالية والإشكاليات اللي لها علاقة بالتعامل مع القوانين الموجودة من زاوية بدها واحد أفضل تخصص بالفقه من زاوية بدها واحد يكون عايش هنا سنوات أكثر زائد المجامع الفقهية مثلا في إذا بتكتبوا أمجا أمجا اللي هي اختصار الأمريكان جرس والله نسيت اختصار إيش بس أمجا 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 اللي هو مجمع فقهاء شمال أمريكا اللي منع رأسهم الشيخ صلاح الصاوي كمثال مجمع فقهاء شمال أمريكا أمجا عندهم كثير من الفتاوى اللي هي استجابة ومتابعة لمعظم المشاكل اللي بيعيشوها الناس في الغرب يجزيكم الخير الأخ أمجد مسلماني آها هي أكد لأنه هو نعم حياك الله أخ أمجد نعتز بكم الآن ما شاء الله محمود الصيرفي أمجد مسلماني ونادر عمران الآن إذا ذكرت صح الثلاثة من اليوبيل يا أهلا وسهلا فيكم حياكم الله الله يجزيكم الخير جان تحية لك من شراكس الكويت يا أهلا وسهلا حيا الله قرابة على رأسنا من فوق جميع إن شاء الله أهلا وسهلا فيكم الله يجزيكم الخير ويسعدكم الأخ أمجد هي عم بأكد لي نعم الله يجزيك الخير ظنيت وتشابه أسماء أنا فحياك الله أخ أمجد الله يجزيك الخير وبارك فيك إن شاء الله جميل 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 أشاء الله الأخ حسام دكتور ليش تركت الأردن هاجرت خلاص لا لا أخي أنا ما هاجرت أنا عندي عقد عمل أنا بشتغل في كندا يعني بعقد عمل وبحاضر وبدرس يعني إلى أي شاء الله سبحانه وتعالى أنا ما أخذ إجازة عادية من كليتي أنا ما زلت مدرسا في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية والآن مجاز وعندي عقد عمل في كندا فلست مهاجرا الله يجزيكم الخير يكرمكم ويبارك فيكم سامحوني في بعض الكومنتات عم تطلع عم بفقدها ما عم بلاحقها وما عم ترجع شكرا أخي سمعي لقطيشات الله يجزيكم الخير الله يجزيكم الخير شكرا على حسن الظن أخت أمل يا أخوة يا أخوات تسمحوني مع ليش أنا حكيت عديدة مرة أرجو أنكم تعذروني في بعض الأخوة الأخوات بكل بث تقريبا بعمله أو بكل بوست بنشره بيطلبوا التواصل الخاص باعتذر اعتذار شديد لأنه بينطلب مني بعض الأحيان من حوالي عشر أشخاص في اليوم أقل مكالمة بغض نضع أي مكانت في العالم بحكيها مع ناس بدي يستشيرني في مشكلة بديها منص ساعة لساعة إذا بدي أفتح مجال لأحد للاستشارات أقصد عبر الفيسبوك فأنا يوميا بدي أتفرغ متوسط عشر أطمعشر ساعة ما أسوي إشي في حياتي وما عندي آلية لأنا أعرف من الضروري أكثر لأنه بكل بث بعمله خمسة بيقولولي ضروري جدا طب لمين بدي أرد على مين ما بدي أرد عندي على الصفحة الله يكيبكو حوالي مليون ونصف سخص فأنا بعتذر أنا مقصر لكن ما بقدر لذلك مغلق المسيجات ومغلق وبقرأ بعض الأحيان بعضكم بيقولوا فيه أمر ضروري وضروري بس بالعشرات وعم بوصله بالأسبوع بالمئات طب ماذا أفعل والكل بدي يحكي معي بشكل شخصي يعني مش إنه أنا ما عندي فريق اللي يتابع ويغربل ويفرز ويحكي أنا لي وحدي في هذه الأمور هاي شغلات كلها شخصية فأرجو منكم المعذرة ما عن بالحق يعني عندي تحضير وعندي بث وعندي تجهيز وعندي بالإضافة هسا مع الحبس أنا قاعد بسجل وبمنتج وبعمل أبلود وبتابع وكذا كله أنا جالس لوحدي بالمعنى الحرفي لوحدي كل شيء فما أستطيع أرجو منكم المعذرة لأن أنا أريدي أنا جزء من مهمتي في العمل هنا في كندا الأحيان بيمر علي ساعات يوميا تواصل للجالية والناس اللي حوالي للمشاكل الأسرية والمشاكل العقدية والمشاكل الأخلاقية اللي بين الأزواج وبين الكذا فما عن بالحق يعني تقريبا يوميا عندي ارتباطات وموعيد فإذا بدي أفتح مجال لمن يطلب مني عبر كل ما أفتح البث على الهوى أستجيب أنا عمليا لن أنجز شيئا في عملية فأرجو منكم المعذرة أرجو منكم المعذرة أصلا الله أن يغفر لي تقصيري شكرا للأخ خالد عفاني من غزة الله يجزيكم الخير وبارك فيكم إن شاء الله طيب مؤمن حبوش جوابت على السؤال الله يجزيكم الخير يوسف المصري بيقول لي دكتور هل ساورك الشك بأن هذا الفيروس مؤامرة والله يا أخي أنا في شيء لاخمني يمكن شفتوا كلكم الفيديو اللي انتشر بقوة لمؤلف وكاتب بريطاني واسمه أظن ديفيد آيك أو آي بيك إشي زي هيك بلخم الفيديو حول النوز راح أنشره أحو أنشره على صفحتي وأنا يعني يمكن أعمل يعني إش إشي بلخم راح بيحكي كلام عميق جدا وخطير جدا حول نخبة في العالم عم بتحاول تستثمر أحداث الفيروس بغض نظرة سواء صنعته ولا استثمرته لخلق نظام عالمي جديد نظام اقتصادي مالي إشي مرعب إشي إشي يعني الاحتمالية غير منفية لكن بدي أتعمق وأدرس الموضوع أفضل بعد ذلك أشكل رأيي إن شاء الله موضوع بس الاحتمالية واردة أخي يوسف واردة الأخت وردة من المغرب الحمد لله كله خيرا بارك الله فيك يا الله يكرم جزيك الخير إن شاء الله لسيم أبو عرار أشكرك أخي الكريم الله يبارك فيك والأخ سماضي محمد الله يسعدك جزيك الخير ما شاء الله من وهران الجزائر يا حياكم الله أهلا وسهلا طيب اللي مات وهو حاج أو معتمر بيغسلوه ولا لأ يعني أنا لا أعلمه خلاف أنه يغسل طبعا ليش ما يغسل الحاج والمعتمر حد علمي الذي لا يغسل ويكفن بثيابه هو الشهيد الذي قتل في المعركة أثناء الدفاع عن الإسلام ضد أعداء الإسلام هذا الذي أعرفه الباقي عادي أخي يغسل ويكفن طبعا الأخت بتول الحمصة أهلا وسهلا حياكم الله أيضا من طالباتنا ما شاء الله نعتز فيهم دكتور هل يصدق الحديث عن ما يسمى بنظرية المؤامرة في سياق الحديث عن محاربة أهل الحق المستمرة والله أختي أنا قبل شوية جوابت عم أقول يعني إن شاء الله أحاول أنشر راتبع الأخ ديفيد شو اسمه ديفيد آي بيك أظن عم بحكي كلام بده شوية بحث وتأني وتعمق حتى الواحد يشكل تصور بس الاحتمالية موجودة لكنها معقدة ومتداخلة مشان يقدر الواحد يستوعبها بده يتعب ومشان يقدر يقنع الناس لأنها موجودة بده شغلة كثير الموضوع كثير أكبر لكن الاحتمالية واردة ربنا قال في الآيتين الشهيرتين ويمكرون والمكر تعريفه باللغة العربية التخطيطه في الخفاء والآية الثانية وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال يعني الاحتمالية واردة لكن الآن لا أجزم بشيء لأن الموضوع يحتاج إلى تعمق ودراسة شكرا لأخطبتوا لأهرسالها فيك أخ ياسر جزاك الله خير أحبك الذي أحببتنا فيه الله يكرونك أزيك الخير إن شاء الله الله يزيك الخير ما شاء الله الله يتعبت أنا يا أخوي أخوات تعرفوا شكرا أخت ماجي درا تيسي على حسنة أظن الله يزيك الخير وسام إسلامية أظن دكتور ياريت تجاوب على السؤال ما معنى الآية ويمكرون والله خير الماكرين هل من صفات الله المكر أم ماذا شوف يا أخوات جميل جميل سؤال جيد يا أخوات في ألفاظ باللغة العربية بتكون إلها دلالات إحنا الآن سنستخدمها بدلالات أخرى كلمة المكر في اللغة العربية التخطيط بالخفاء بالمعنى الحيادي بس كل من خطط في الخفاء يعني أي واحد بيعمل خطة مش معلنة للناس ما بيتحدث عنها بمخفية عن الناس يسمى هذا الفعل بالوصف اللغة العربية بالمعنى مجرد مكر لذلك هو معنى مجرد يصف بالسلبي وبالإيجابي بمعنى إن قال ويمكرون بمعنى يخططون في الخفاء ويمكر الله والله أيضا يخطط في الخفاء والله خير الماكرين الله خير من يخطط بالخفاء لأنه هو الذي يملك وفتيح الأمر وهو صاحب السلطة والقوة اللي بيستطيع يبطل وهو مطلع ويستطيع أن يوقف ويغير ويعمل هاي المعنى معنى مجرد كل المعنى السلبي اللي إحنا نستخدمها في القصص والروايات بلغتنا الحالية بمقول الثعلة بالمكر هذا معنى دلالي تطور عندنا بمعانينا إحنا الحديثة ومش هيك أصل معنا في اللغة إن شاء الله طبعا أهل أردن أهلا وسهلا فيكم جميعا الله يزيكم الخير بس إحنا عم من مية هاي إحنا سوريا لبنان ما شاء الله ما شاء الله الله يزيكم الخير أنا بسعد والله لما أشوف حوالي عشر خمسة عشر جنسية على الهواء الآن عم بتابعوني طبعا الغريب إنه أنا عندي ما عندي مشكلة أنا لسا المغرب بده ممكن نص ساعة عندي بس إنتوا معظمكم الآن عندكم ساعة حوالي ساعة ثنتين فماشاء الله عليكم يعني أو أو على أقل وحدة بالمساء نزاكم الله خير شكرا أخو على الله بوجودك إن شاء الله الله يزيكم الخير الله يزيكم الخير أخت صاحا نتذكرك من التلفزيون الأردني وين أيام التلفزيون الله يسهل عليها قبل خمسة عشر أربعة عشر سنة هذا الحكي الأخ مجاهد هل من فرصة أن تقدم فعالية ومحاضرة داخل الجامعة الأردنية في الأيام القادمة داخل الجامعة أخي أصلا ما في دوام في الجامعة غير عن أنه أنا في كندا ولست في الأردن الله يزيكم الخير حياك الله الأخ أبو سالي الاعتوم حيا الله أهل الأردن حيا الله كل الأردنيين اللي في الغربة الله يزيكم الخير شكرا لك الله يزيكم الخير الأخي ياد من ليبيا ما شاء الله الأخت آية الصيفي بتقول أن طلابك 2005 في مادة القصص القرآني يا الله قديم جدا هذا خمسة عشر سنة ستعشر سنة حياك الله أخت آية نسعد بكم نسشرفوا الله يزيكم الخير اسم الطبيب الدكتور عبد الرحمن ذاكر الهاشمة عبد الرحمن ذاكر الهاشمة طبعا هو بالذات له مقاطع التليجرام وإله مواد تنشر على الفيسبوك يعني بحث المركز اللي بنشر كل مواده العلمية النافعة اسمه مكاني اسمه مركز مكاني اللي اختلط عليكم مكاني عبد الرحمن ذاكر الأردن هو أصلا أصلا دكتور أصلا هو عراقية الجنسية أصلا درس الطب في الأردن وتخصص بعض الطب البشرة في الطب في علم النفس وله خلينا نحكي باع في العلوم الشرعية متمكن جدا منها وهو من القلة اللي يخوضون الطب النفسي من منطلق شرعي بقوة يعني ما شاء الله علي جزاه الله خيرا شكرا أخ صهيب لا إن شاء الله لا إن شاء الله ما في خسارة لكن هي عبارة عن فقط تغيير مواقع في خدمة الحق إن شاء الله اللهم صلى الله يا سيدنا محمد الأخت أمال الزقزوت تنصحني باسم تفسير بحيث التفسير يشرح كيف نوقع هذا التفسير بواقعنا وحياتنا طبعا في عدة تفسير أختي في اللهم صلى عليه وسلم محمد دقيق خليكم معي ثواني بس خلي أجبلكم هال التفسير أفضلكم ثواني بس طبعا في الوحوة طبعا في الوحوة طبعا في الوحوة صلى الله سيدنا محمد طبعا المشكلة إنه الموبايل بعكس دائما يعطيكم الصورة العكسية هذا تفسير اسمه التفسير الميسر للقرآن العظيم التفسير الميسر مختصر مبسط من أوثق كتب التفاسير ماخد خلاصة أقوال ابن كثير ابن كثير والطبري والقرطبي والفخر الرازي أيسر التفاسير وصفوة البيان تفسير السعدي والمنتخب من تفسير القرآن وغيرها بأسلوب ميسر مبسطا إعداد عبد المنعم الهاشمي طبعا في مصر رضا في الإسماعيلية من أروع الكتب قدر الله سبحانه وتعالى كتاب تقريبا ألف ومتين صفحة يعني ربنا أكرمني إني 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 تقريبا طلعت عليك كل آياته وأنا في فترة السجن الحمد لله لما سجنت للأسف يعني بإذن الله كان من ضمن الأمور اللي استفت جدا جدا منها بنصح فيه فيه خير كثير جدا بساعد لأنه لغته بسيطة وخلاصة حوالي 12 تفسير هذا واحد الآن من ضمن التفسير اللي أصدرت أيضا في الأردن تفسير اللي هو تفسير القرآن المجيد اللي الله يرحمه الأستاذ الدكتور فضل حسن عباس أستاذ التفسير وعلوم البلاغة موجود في الأردن وطبعة وجمعية المحافظة القرآن الكريم هذول يعني من ضمن الأمور اللي بيساعده الآن إذا بدنا تفسير فكري سياسي معمق بدرجة خليدي نحكي كبيرة جدا الأشهر في ذلك في العصر الحديث هو في ظلال القرآن لسيد قطب وانسامحون أنا بحكي معكم على الأقل 20 كومنت راحة لفوق ما بعرفش فيها طيب لا إله إلا الله ما أمل حق اللهم نصلي على سيدنا محمد الأخ السامة مصلحا بيقول كلامي معنا مشكلة راح ممكن نساعدك في المونتاج وراح كلامه بعد ذلك السائد بيقول عم باستنى ك ترجع من كندا عشان أنزل مادة مقارنة أديان إن شاء الله يا رب بتشرف والله وإن كان حجم الكذب والإفتراء اللي تم ضدي أخي في موضوع دريش المادة اقتطع من كلامي ورفعت علي قضايا للأسف تم الكذب والإفتراء علي من أتباع ديانات أخرى واتهمت ورفعت علي قضايا للأسف كذبا وزورا وبحتانا وقطع للكلام في تدريشي لهذه المادة بطريقة مش معقولة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم طيب شكرا لأخ كيفية شوف كلمة الكيف صعب نستوعبها الآن لو أنا وإنت رجعنا بالزمن بآلة زمن رجعنا لورا لوقت الصحابة وبلشنا نحكي لهم لما نبث على الفيسبوك في الموبايل فكرك الصحابة رح يستوعبوا علينا عن إيش بنحكي موبايل موبايل إيش شو قصتك بموبايل الموبايل يعني تليفون إيش قصتك بالتليفون عيش بشتغل هو عبارة عن جهاز شو قصتك بالجهاز طبعا ليش بشتغلتعك كهرباء إيش يعني كهرباء من وين وين دك تبلش خلينا وياك الآن نسافر بآلة زمن نرجع نحكي مع ناس قبل 500 سنة تقولهم والله يكت عمالي بشوف دوكيومنتري على نتفلكس عن موضوع دوكيومنتري إيش دوكيومنتري إيش النتفلكس إيش فيسبوك إيش بتحكي إيش يعني جهاز إيش يعني بث إيش يعني طبع هايقور كلها بالنسبة إلينا مور سخيفة مش رح يستوعبها لأنه في تطور معلوماتي هائل جدا هي ليست مستحيلة عقلا لكن صعب تستوعب الكيفية لأنه لسه مش مستوعب شو معنا كهرباء ولو مستوعب شو علاقة يعني بث ولا إيش يعني موجات ولا شو يعني كهرباء غناطيسية ولا شو يعني FM ولا AM ولا تطور علاقة بين الراديو ثم التلفزيون ثم الصورة المرئية ثم كل الصورة الفوتوغرافية كله 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 طب هاي ومدك تبلش له فالكيفية الله سبحانه وتعالى قادر هلأ أنا وإنت بنحلم ولا ما بنحلم بعضنا مش يرى رؤية مش بينام بيشوف شغلة بتتحقق بعضين كيف هذا عند الله سبحانه وتعالى اللهم اطلع وربنا سبحانه وتعالى عفوا ما بينطبق عليه مفهوم الزمن يعني أنا وإنت نعيش تحت مفهوم زمن إنه عندنا ماضي حاضر مستقبل هذا لا ينطبق على الله سبحانه وتعالى ربنا ما في عنده ماضي وكذا كاشف مشوك كامل فالله يطلع بطريقة هو يعرفها الكيفية غريبة صعبة صعب نستوعبها لكنها ليست مستحيلة عقليا باختصار يعني أنت تخيل الآن الآن هس هس أنا عم بحكي معاك الآن محمد قبله باب أعرف بدأ أفطرنك بالأردن الآن لو رجعنا لو رجعنا 200 سنة لأورا وقلنا إنه الناس رح تصير تحكي مع بعض من أزمنة مختلفة بيقول لك يا زلم إيش الجنون حاليا أنا بيني وبينك سبع ساعات تخيل لي كيف على فكرة أنا وأنت الآن في زمنين مختلفين أنا الآن بيني وبينك سبع ساعات كيف كيف أنا عملي بخطبك وبيني وبينك ثانية الآن إشرحها قلت عليك كيف لا الله مصر على سيدنا محمد دعا فيه هنا الأخ زيد عياصرة بيقول عفو منك دكتور محترم لا يغسل كما مر أنا بفقه ربما لا أدري قلت ظاهر معلمات أظن عم يجاوب عن موضوع المعتمر أو الحاج أنا أعترف بضعفي في الأمور الفقهية يعني لا أدري الأخ كأنه عم صلح لي عن المعتمر والحاج إذا قلت بالأمور الفقهية الدقيقة بتسأله مختصين الله يذكر على تصحيح الأخ عياصرة لك أخي أنا وأنت الآن بينتنا زمن سبع ساعات طب كيف عم نحكي أنه إياك الآن مباشرة وبين وبينك سبع ساعات كيف تخيل تخيل أنه النهار طب الآن أنا لو أني أنا الآن جالس في لوس أنجلوس مش جالس في تورنتو وإنت مش قاعد في عمان بدأ أفترض أنك أنت جالس خلينا نحكي في كوريا الشمالية أو جالس في الهند أو في أفغانستان الحكومة بين وبينك قريب 12-13 ساعة تخيل 13 ساعة زمنية كيف عم تخاطب بعض خلال الثانية فأمور عجيبة يعني هذه إحنا عمالنا بنسوي إحنا البشر من خلال استخدام أشياء ربنا خلقها في الكون فلأس ذلك على الله بمعجز والله أعلم الأخ زيد عياصر أبو فارس يبدو علاقة بالعلوم الشرعية يقول المحرم إذا توفي فإنه يغسل ولا يطيب ولا يغطى وجهه ولا رأسه ويكفن في إحرامه يغسل ولا يطيب إحرامه ولا يلبس قميصة ولا عمامة ولا غير ذلك آه مضوع كفن يبعث يوم القائم ملبين الله يزيك الخير شكرا أخ زيد عالت الصحيح اللهم صلى على سيدنا محمد طيب ما شاء الله ما شاء الله الأخ أحمد ملحم أنا من جديدته يا حي الله أهل الشمال وأهل جديدته وأهل العنجرة وأهل كل الشمال وكل المدن اللي بعرفها اللي ما بعرفها يا حياكم الله أهلا وسهلا أخت أسيل أنت من وين يا شيخ أنا من الأردن أخت الكريمة لكن عايش في كندا في تورنت أنا من الأردن الأخ أبو ينال محمد أخ ياسر هل لك الزيارة لألمانيا لبما على الله سبحانه وتعالى يكرمنا إن شاء الله بس تنفك مشكلة الكورونا إن شاء الله بإذن الله طيب الأخت هبة من لبنان أهلا وسهلا الأخت هبة آه أنا أظن الأخت هبة من طالبات الدكتور عبد الرحمن ذاكر جميل طيب أخت هبة الله يزيك الخير إذا كنت من طالبات الدكتور عبد الرحمن ذاكر إذا تكرمتي تضعي الآن على الرابط لأنه في ناس عم بيسألوني عنه الله يزيك الخير تضعي رابط صفحة الفيسبوك تبع مكاني مشان إذا حدا بده يتابع دروس الدكتور أو رابط شو اسمه التليجرام إذا أنه مفتوح للناس يعني يستفيدوا من الموضوع وجزاك الله خير أخت هبة من لبنان الله يزيك الخير يا الله نحن عبد الله مومني بيقولي الساعة ثنتين الآن فجرة هبة بطينا أيام جدد حياتك أوه جدد حياتك تلفزي الأردني الله يزيك الخير طيب أنا يبدو خلاص لنا ما شاء الله الأخ إياد من أستراليا يا أهلا وسهلا بيننا وبين أستراليا الآن مش عارف يا أطمع شيء 14 ساعة لا إله إلا الله الأخ محمد رمضان هل سواعد الإخاء موجود مع نعم أخي الحمد لله ربنا أكرمني ذهبت لتركيا قبل عدة أشهر وصورنا ورح يبثي رمضان بإذن الله وهذا من أجمل وأعظم وأنفع المرات اللي شاركت فيها الصحيح أنا ربنا أكرمني شاركت أربع مرات من الثمانية يعني خمسين بالمئة نصف يعني سنة أو سنة لا هذه كانت الأفيد والأجمل والأكثر فائدة بالنسبة إلي أنا عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهم شيء مهول مرعب رهيب المعلومات كم المعلومات عن أمهات المؤمنين يعني أنا شعرت بالخجل من نفسي وأنا مفكر حالي بعرف لما استمعت لحوالي 11 من المتخصصين من حوالي 8 دول في العالم وإحنا بنحكي عن أمهات المؤمنين شيء عجيب ستتعرف على شخصيات ما أظنك ستسمعها أبدا يعني سوء عليه في رمضان سواعد الإخاء إن شاء الله بإذن الله الأخت فلة حمداني من العراق الله يزيكم الخير حياكم الله لو سهلا يا أهلا وسهلا أخت فلة صلى الله يرفع عنا أخي على أبو هاشم شو السبب الحقيقي وراء سفرك لكندا أختي إجازة وعندي عقد عمل بس هذا ما يمكن قوله سوفر الأخ جوزيف النمروطي بمعنى يوسف أظن أو جوزيف من الأردن نفخر بك والله أنا لبفخر بكم أهلي وعزوتي وأحبائي وأخواني وأخواتي أهلي الأردن الذي اعتزوا أفتخروا به يعني صلى الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى بلدنا سالمين وأن يحفظ الأردن وباقي دول العرب المسلمين إن شاء الله الأخ فلة بدو قول دكتور عبد الرحمن ذاكر من العراق المصل تحديدا ما شاء الله عليه الدكتور عبد الرحمن ذاكر الهاشمة يعتبر علم في مجاله في الأردن يعني ما شاء الله عليه أخ زيد عياصر نحبك في الله أنت ودكتور إياد القنيبي أخوك من جرش حياك الله أهلا وسهلا ذكرتني باللبن وإحنا صغار دائما كنا نروح نشري نجيب لبنة من جرش إن شاء الله عليكم اللهم صلع سيدنا محمد مش هاين علي أسكر بس والأسئلة ما عم تنتهي هاي الأخت مريانا العمري الله يزيك الخير وضعت موقع فقه النفس مكاني لدكتور عبد الرحمن هاي الآن موجود مكاني وفقه النفس الحاب يستفيد بموضوع فقه النفس المشاكل النفسية كيف تقرأ نفسك كيف تتابع أمورك النفسية بطريقة علمية مؤصلة ومبنية على خلينا نقول الباب خلينا نحكي الشرعي الصح يعني أنا من ضمن الناس اللي يعني رقم واحد ممكن برجح اسمه الدكتور عبد الرحمن ذاكي الهاشم والآن ذكرت أيضا من الدكاترة الطيبين اللي عندهم خير في علم النفس ويستفاد منهم جزاه الله خيرا الدكتور أشرف أشرف اللي لم تخني الذاكرة أشرف يوسف أشرف يوسف وله أيضا مشاركات يوتيوبية قليلة صغيرة أيضا جزاه الله خير بارك الله فيه إن شاء الله يكون ذكرت اسمه صحة أظن أشرف يوسف وهو من خريجي ليبيل إن لم تخني الذاكرة أيضا وممن يستفاد بهم جزاهم الله خير ومنهم عبد الرحمن تم تسجيل نعم نعم سواعد الإخاء نعم أخي جاهزين طيب أنا لازم أنهي سامحوني يعني أنتو ما شاء الله ما شاء الله عدد الملحوظات أكبر بكثير من قدرتي يا أخو ما شاء الله بالمئات مش قادر أنا أرجو إنكم تعذروني حيا الله المهندس الأخ نافذ النادي ما شاء الله الأخ نافذ المهندس الآن أظن كمهندسا ولا أدري أين تعيش نذكرك كما كنت طالب في المدرسة تحضر المحاضرات ما شاء الله أهلا وسهلا فيك أخ نافذ الله يسعدك بالزكر الخير الأخ نافذ إذا أنا ذكرتي صح للإسم اللي شايفه نافذ النادي قبل حوالي يمكن عشر سنين أو أقل ثماني سنين كان هو بالصف العاشر يجي من المدرسة و إما من منطقة عراق الأمير أو واد السير نسيت يجي يحضر عندي محاضرات الثقافة الإسلامية وهو طالب في المدرسة عمره ستعشر سنة إذن ذو الاسم بالذاكرتي صح هل أنت هو أم أنت غيره حياك الله أهلا وسهلا الأخ داودة جوارة من أمريكا درست في الأردن كنت أتابعك في سواء الإخاء حياك الله يا أخ داودة الله يكمك وسعدك في الزيكة الخير إن شاء الله شكرا أخت هبة هي العريس أو العريس ما بعرف شو هي بالحمزة ولا بالعين وضعت لنا رابط طبع الدكتور عبد الرحمن الله يزيكم الخير وبارك فيكم إن شاء الله وماشاء الله أيضا من طلبتنا عزاء من البوسنا الأخ إفزال سيناني إفزال سيناني حياك الله لو كان الفيسبوك بتيح لي إني أنا أدخل ناس على الشاشة معي يسمعوا صوته أحببنا كان نسمع منك نشيدة يا أخ إفزال الأخ إفزال من خرية أصلا من البوسنا ما أدي من مقدونيا ولا من البوسنا نفسها ولا من ألبانيا أنا لا أذكر بالضبط لكن من طلبتنا المتميزين اللي درسوا بكالوريوس والماجستير عندنا في كلية الشريعة وماشاء الله صوته في قراءة القرآن وفي النشيد شيء شيء متميز جدا كن من العلوم الشرعية بطريقة ماشاء الله نفع الله بكال كف البوسنا الآن والله أعلم الله يزيكم الخير ماشاء الله عليكم والله إيش برفع الهمة لما واحد يشوف طلاب وطالبات وحوالي سبع عشر دول في العالم الآن حاليا كلنا مع بعض لا إله إلا الله ماشاء الله ماشاء الله الأخ الياس من جزائر أهلا وسهلا الأخ نافذ بيقول لي بدبي بالضبط أحبك في الله من عين أيوة نعم ها أنا كنت شاكك بيقول لي من منطقة عين الباشا والآن في دبي الأخ نافذ إذا ذكرتي صحيح الحمد لله قبل يا ثمانية تسعة عشر سنين كنت الصف العاشر تجي تحضر عندنا الثقافة ماشاء الله أهلا وسهلا أخ نافذ الله يستعدك وحفظك الله في الإمارات إن شاء الله ماشاء الله هاي الأخت الله يزيك الخير جميل الأخت دانا مياس بتقول بحث في التليجرام على الاسم اللي ذكرته فطلع لها فقه النفس مكاني قناة فقه النفس بإشارة عبد الرحمن ذاك الهاتف واستشار والعلاج النفسي والتربوي مشاركة جميل جميل ما شاء الله شكرا شكرا أخت مياس الله يزيك الخير الأخ فظال تحيات لك من مقدونيا نعم مقدونيا حياك الأخ فظال لازم نستضيفك شي يوم يا أخ فظال تطلع تحكي لنا عن تجربة الدعوة في مقدونيا إن شاء الله بنتواصل أنا إياك ممكن على الخاص وتسمع الناس شيء من النشيد الطيب بإذن الله إن شاء الله الأخ رومل حياك الله أهلا وسهلا نسعد بك هلا قرابة ما شاء الله ما شاء الله الله أها هاي الأخ فظال بيقول أنا ألباني لأصب مقدونيا الله يزيك الخير حياك الله يا أخ فظال ما شاء الله نسعد بك ما شاء الله من الطلب المتميزين والله ما شاء الله أرجو أنك تكون عم تكمل الدكتورة الآن ما شاء الله صفوان جمال عمر مني من والدي الدكتور جمال عمر حياك الله أخ صفوان وسلامي للدكتور جمال الله يسعدكم يا رب يزيك الخير ما شاء الله هيا أخونا محسن ما شاء الله الأخ محسن بعد صلاة الجمعة مسجد أسامة الأخ محسن من طيبة أحبتنا الأخوة من مصر العزيزة اللي كنا دائما نلتقي في المسجد الذي أصلي فيه في البيادر في الجندويل أخ أخ محسن إن شاء الله أخ بارك طيبة حيا الله أهل مصر جميعا نعتز فيهم ونفتخر بهم ونحبهم في بلدكم الثاني في الأردن صح أنا بكم ذا الآن لكن أهلا وسهلا فيكم باسم الأردنيين جميعا حياك الله أخ محسن ما شاء الله فادي السنجق من بلد أرطغرول تركيا يا أهلا وسهلا حيا الله بأهل أرطغرول كاملا ما شاء الله ما شاء الله يا الله اللهم أصلي على سيدنا محمد طيب أخي أفزال نتواصل إن شاء الله بإذن الله أزوجل نتشرف بإذننا بك طيب يا أخوة يا أخوات الله يزيك الخير أرجوكم تسامحوني أنا تعبت الصحيح أنا إلي على الهواء أكثر من ساعة ونصف وساعتين والله مش قادر أجمعنا أسأل الله أن نكون قد قد يعني سهمنا بشيء أو أسهمنا بشيء فيه شيء من الخير بداية الموضوع كان كله قرأنا المقال للأخ يوسف القرشي اللي هو برضو من طلبتنا في كلية الشريعة والآن هو طالب دكتورة في العلوم السياسية في تركيا كتاباته فيها خير ما شاء الله جزاه الله خيرا قرأنا إحدى خواطر ومقالاته القصيرة وعلقنا عليها وصل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وبكم جميعا جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته